موسيقى موسيقى وها بكم جديد إذن في قضيتنا بالنسبة ليلا تفول صغير عمره عشر سنين ونص يختفي من دارهم لأيام ثم ما يتلقى كان ايام من بعد يتلقى جثة جثة هامدة ببحث الشرطة مش بشي توصلوا لشيء كثير إلا لهردونانس وصفة طبية لقوها في النفايات بحث البلاسة اللي تلقت فيها الجثة فيها اسم اسم ألان دياز ألان دياز هذا شخص عمره 40 سنين يعاني من مرض الصرع ملي كان عمره 7 سنين أنا كان معروف في المدينة اللي تولد فيها باسم مجنون المدينة بسبب تصرفيته الغريبة والاخطيرة ثلان سنة 1993 تم القاه القبض عليه بعد ما حاول يقتل حبيبته من بعد ما اخطفها وهزها للغابة واعتدي عليها جنسيا من بعد حب يقضي عليها في التحقيق المحقق سأله وقال له عليش حاول تقتل المرأة جاوبه وقال له جدي نازلكي مات حبيت نخوي الروح نتيحها ونرسلها الجدي مش يرجع للحياة في المحكمة المحامي نجم يقنع القاضي بأنه أنا غير مسؤول قانونياً على تصرفاته بسبب المشاكل النفسية اللي يعاني منها ومن خلال تقارير أطباء نفسانيين أيدوا كلام المحامي اللي ألا يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة هذاك عليش عام 86 القاضي أحكم على ألان دياز بالوضع تحت الرقابة الصحية ووضعه تحت الوصاية لمدة خمسة سنين قابلة للتجديد عام 95 أنا أتعرف على سيدة عندها وليد عمره خمسة سنين نهار وقت لي هي ما كانتش في الدار استغل خروجها واعتدى جنسياً على ولدها القاضي بش يحكم على ألانا وقتها بثمنتاش نشهر سجن منهم أثناش مع وقف التنفيذ وبش يتم الحكم عليه بثلاث سنوات يعديهم في مستشفى للأمراض النفسية والعصبية وفي سبيتار ألان تعرف على بنية تعاني من إعاقة ذهنية بعد ما خرجوا من سبيتار الاثنين عاشوا مع بعضهم جيبوا بنية وبعد ولادتها بمدة الدولة خذيتها منهم بحكم أنه القانون لا يسمح لمن له ذلك التاريخ الإجرامي والنفسي اللي عند ألان ما كانش يسمح له أنه يربي بنته كان مسموح لهم يشوفوها ساعة واحدة كل شهر فقط وكان آلام ممنوع منعاً بيتاً أنه يبقى مع بنته أو يشوفها على انفراد حتى عام 2001 وقتها مرته قررت تهرب بعد ما عانيت معاهم الضرب والإهانة حتى أنه عائلتها امشيوا لمستشفى الأمراض النفسية اللي تتعالج فيه بنتهم وطالبوا باش ألا يتشد ويبقى يتعالج وقالوا راو ما كانش السيد هذا باش يعمل كارثة واحدة شن يوم بعد هروب زوجته وإبلاغ عائلتها عليه في المستشفى صارت فعلاً الكارثة واختفى العربي فانوس في الأثناء صدر تقرير طب الشرعي اللي يأكد أنه العربي تقتل عن طريق الخنق بعد ما القاتل ضربوا على راسه من تالي ضربة سببت له في كسر في الجمجمة تقرير طب الشرعي يأكد زادها بأنه العربي لم يتعرض لإعتداء جنسي ولكن بالنسبة للمحققين رغبة الإعتداء الجنسي تنجم تكون أدافع للجريمة أربعة جوام في 2002 الشرطة في دار آلا دياز اللي باش يلقاوه باش يتسبب في صدمة ليهم والسكان الحي بكلهم المحققين فهموا أنه من نهار اختفاء العربي كان مخطوف وموجود في دار آنا يعني بعيد على دارهم بضعة أمتار الدم القاوة تقريباً في الدار الكل لبسة العربي ما زالت موجودة في الدار أوراق الطنبلة موجودين فوق الطاولة أما كيفيش هذا يصير؟ والمحققين كانوا استجبوا أهل الحي الكل يخي مش قلت لك داروا الحي دار دار وداروا معاهم بالكلاب البوليسية واستجبوا الحومة هذا يلي قولولو الأخطاء البوليسية كي رجعوا سي المحققين للتقارير متاحهم عارفوا أنهم استجبوا سكين الحي الكل هاي إلا أنا علش خاطر نهارتها كان في الصبيتاء ما والمغبون سيقوا تكسرت نهار ستة ديسمبر نهارين بعد اختفاء العربي يمشي بش يعمل الشبيرة يخي سي المحقين ربي يكثر منهم الناس انسيوا بس يستجبوه تم القاء القبض على أنا وانتشر الخبر في الصحافة والصور بتاعه دارت بكثرة في الجرايد وحتى التلفزة المحقين غادصين في البحث في ملف أنا ويجي اتصال الشرطة من شخص يعيش في المدينة لي كان يعيش فيها أنا سبقا السيدي أكد أنه بنته بنت الستة سنين كي شفت تصاور أنا في التلفزة عرفتها لي قالت البوها قتله هذا هو اللي اعتدى عليها نهار ستة شقوة البو قال اللي هو وقتها بلغ الشرطة نهار سبعة تشقوة وتعرضت للاعتداء الجنسي من قبل كهل موصول الشيف وهو وإلا أخلطت عليه لكن الشرطة أعمرها متوصلت للجين أثناء التحقيق معاه الرفض الظلان ويعترف باليسار مع العربي رغم كل الأدلة وبقى كل مرة يعطي المحقين في سيناريو مختلف قال لهم العربي فعلا دق علي الباب بش يبيع لي أوراق الطنبلة لكن قال اول ما حلت له الباب ودخل الدار هاي ديخ ديخ هاي ديخ واللون وازرق هاي يخينا فهمت لي هو مات يخي خفت ومعرفتش شنو نعم خبيته في الدار ومن بعد ارميته في النفايات وينقيتوه بعد ذي أغير الرواية وقال لهم انه نهار 3 ديسمبر قابل العربي في الشارع واقتراح عليها انه يمشي معه للدار بش يلعبوا البلايستيش وفعلا انه مشاه معاه بش يلعبوا البلايستيش لكن ما عرفش كيفاش هما يقعدين يلعبوا طاح البلاكار على العربي طاح له على رأسه يخي مات رواية كل واحدة أغرب من الأخرى روايات خر طر المحقين قالوا لنا انه العربي تقتلها خنقا بالقماش اللي كان ملفوف على رأسه لا بحاجة تحت على رأسه لا بدوخة كل الأدلة ضدك متدمة للقناة في دارك جراء النزيف من رأسه حتى اللبسته ومن الأحسن سيئانه انك تعترف أخيرا نهار 22 فيفري 2002 اعترفنا وقال نهار 4 ديسمبر العربي دق عليه الباب انتع دارو بش يبيع له أوراق الطنبلاء أول ما حليت له الباب قريت في عينيه انه يحب يموت روحوا روحوا قتلي خوذني وانا ما عملت شي انا نففت الرغبة متاعه قلت له هادخل باش نمدلك الفلوس أول ما دخل الدار قال انه كتفوا طلعوا للبيت خنقوا بالقماش ومن بعد حطلوا على وجهه المخدة حتى مقطع النفس تماما قال خليته فوق الفرش وما رجعت له كان بعد نهارين على خطر وهو هابت مدروش تكسر تسيقه مشي بش يدويها قبل ما يرجع بعد نهارين يلوح الجثة المحقين ما صدقوش السيناريو بالنسبة ليهم أولا دخل العربي للدار بش يعتدي عليه جنسيا ضربوا على رأسه بحاجة ثقيلة يخي العربي فقد الوعي وأثناء محاولة الاعتداء الجنسي يعليه فيق العربي وبدأ يحاول يسيح ويعاية وقتها ألا خاف للجيران يسمعوه فشد قطعة القماش اللي يلقاها في البيت وخنقوا حتى مات خليه في الدار ومن بعد رجع له خاطر كيما قلنا سيق وتكسرت نهار 6 ديسمبر بش يحطوا في ساشي ويحطوا معاه نفايات عنده في الدار ويطيشوا وقتها ما تفطنش أنه ما بين النفايات اللي حطهم في الساشي فما لوردنوس ميديكال اللي فيها اسمه ولي كشفت هويته نهار 6 ماي 2004 سيتم الحكم على أنادياز أخيرا مرة هذه بالسجن المؤبد في جريمة قتل واعتباء على العربي فنوس العربي اللي تم تشيع جثمانه وتم دفنه في المخر بس أنا تعليقكم على هذه القضية خاصة أني قلت لكم تطرح حسوث حاجات تطرح الحاجة الأولانية الصغار شنوه يعمده وقت لي تقول لي أنه أمه في بالها بيه أنه ساعات يمشي يقرأ وساعات ما يقراش قال شنوه يرى مع صحابه وساعات يروح ممخر قال شنوه ميسيرش أوكي يقعد شوية معه وانت في هذير كل وينك كالأمة والأبرة وأنا لا أفرق مبيناتهم الثنين نحكي على العائلة وليد عمره عشر سنين ثنين المحيط قدم الواحد يعرف محيطه وشوي شكون الناس اللي موجودين في المحيط اللي انتي فيه هذي بسيكوبات موجود معاهم مريض وعنده مدة مريض هو موجود في الحومة ألم يكن هناك سبيل لمعرفة تلك المعلومة مش الواحد يحتاط الواحد قدم ينجم يعرف معلومات مش في إطار تنسنين سراوة في إطار أنه يعرف أمور الناس لا لا يعرف الحاجات اللي تنجم تهمه هو في التعامل معاهم وليس في إطار تنسنيس على أخبار خلق الله نسنى تعليقكم على هذه القضية المؤلمة ونمشي لقضية أخرى قلت أنها لحقيقة أثرت فيكم كثيرا تعليق كبيرة قاعدة جينا عليها القضية المتعلقة مرة أخرى بكتاب معلمة أسيوت ناخد تعليق آخر يجينا من عند أنجل اللي تقول هو لا يقول بربي أقرالي تعليقي المرة هذي عندي فرضية اللي الكتاب اللي يعطته لها صاحبتها اسمه حب شو نقول لكم اسمه لو نعرف ساعات فما ناس تحب تمشي تقراهم مثل هذي كتب الخزعبلات اسم كتاب معروف هكا يقولوا أنه في السحر يقولوا عليه متاع السحر وأي واحد يقراه يستحوذ عليه الشيطان ويدخل في حاجات أخرى لكن هذه الحكاية مش بالضرورة صحيحة جدا خطر هذا من الكتب أنا واحد من الناس اللي قرناهم وخدمنا عليهم ومثلت لكم عليهم مرة تحقيق في الحقائق الأربع مثلا هذا الكتاب مش خطر الكتاب تقراهت واللي أنت تدخل فيه في عالم أخر نمشي إلى تعليق يوزر اللي يقول حمزة أنا ديما معاك وموافقتك على جميع آراءك لكن لو تسمح المرة هذه ما ليش موافقتك تفضل حسب روايتك أني مصدقتها لمرأة آه تقول أنا مصدقتها لمرأة الجن حبينا أو كرهنا موجود وعايش معنا إيرانا ولا نراه وذكراه في القرآن الجن أخويا حمزة ما تجبدوش ما يدورش بيك والكتاب اللي قراته وفيه تعويذات إذا تعملت بالغالط تنادي بها الجن وينجم يؤذيها يعني في قراءتها بأي طريقة بون هذا يزد رأي وأحترمه نختلفه في الرأي ولكن لا يفسد ذلك للود قضية إذن تعليقكم كثيرة حول موضوع الكتاب واصلوا التعليق في هذا الموضوع بالنسبة لكم تأمنوا بأنه ينجم يكون فم كتاب كي تقرأ منه حاجات معينة ها تصير لك هاشياء معينة يجيك الجن يجيك كذي تنجم تتواصل معاها تنجم وإلا لا كما قالوا كثيرات زادة منكم ها قالوا أنه الحكاية هذه الحكاية متاع الاكتئاب ما بعد الولادة ليلة قالت اكتئاب ما بعد الولادة أنا رقت في السبيطار خمستاشن يوم بعد الولادة وولدي عند راجلي قالت تلقيت روحي في فرنسا وحدي لا حبيب لا قريب خمستاشن يوم عندها ما يسمى باكتئاب ما بعد الولادة فيكم زادة شكونا أعطاها هذه القراءة قال هذا اكتئاب ما بعد الولادة شكرا لكم على حس المتابعة والاهتمام دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة